كان مفروض النهاردة وأنا موجودة كده هنا في الستوديو يكون عندي عازفين وبعدين يدخل الماسترو ويبدأ يوزع بقى الموسيقى الحلوة إيه حكاية الماسترو؟ الماسترو ده كان موجود في الموسيقى الأجنبية طول الوقت بالذات الكلاسيكية عشان توزيع الموسيقى والألات المختلفة كانوا يقولوا على الموسيقى العربية يقولك الموسيقى العربية كانت يعني مفروض أن هي يعني على وطيرة واحدة فما كانت شينفة لكن مع تطور الموسيقى واختلافها بقت الموسيقى العربية أبداً مش على وطيرة واحدة وبالتالي كان مطلوب يكون فيه ألات طب مين هيقود الألات؟ لازم يبقى ماسترو مين المايسترو؟ لازم أولاً يكون خبير موسيقي يعني عارف كل الألات وعنده رؤية وعنده وجهة نظر وفنان ده اللي بينطبق تماما على ضيفي المايسترو هاني فرحات هاني فرحات فنان على قلة الكمان لكن فنان في الموسيقى وعمل تطوير كبير جدا في الموسيقى هو النهاردة مايسترو لكن كمان مهم انه موجود في التاسعة علشان يقول لنا كل الأخبار الحلوة عن تقلده منصب رئيس مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية كل الموسيقى والفنون الليلة في التاسعة مع الموسيقى رهاني فرحات مساء الخير مساء الخير لانا كنت عايزة بقى تشله وكمان وأنون يعزفه معايا لا واضحة ان حضرتك كمان مثقفة موسيقيا جدا 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 فانتشارح دي كل حاجة بمتاز سهولة باعشق الموسيقى خليني ابدأ بمهرجان الموسيقى العربية وبعدين نعيش معك بقى أشكرك الأول على تعريفك بمهرجان الموسيقى العربية بأنه هو المؤتمر العلمي ومهرجان الموسيقى العربية أشكرك على التوضيح وعلى الإكسبريشن ده طيب وده حيخليني أقول أن تقلدك أنت تحديدا هاني فرحات الموسيقي كونسرفاتوار خبرة حفلات في أوروبا والعالم العربي وفي كل مكان إيه جديد مهرجان الموسيقى العربية في وجود الماسترو هاني فرحات طيب صامر الأول هتعمل في إيه؟ المؤتمر هنرجع للأصل أنا لما أشرح لك أن فكرة مهرجان الموسيقى العربية اتعمل من 31 سنة دي الدورة للتنين وثلاثين طبعا شرف عظيم أن أنا أترقص إدارة الدورة للتنين وثلاثين شرف وقرث كبير جدا وحمل تقيل جدا 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 على كتفي بس أنا عايز أشرح لك أقولك أنه فكرة مهرجان الموسيقى العربية اتعمل علشان مؤتمر علمي يلم كل أساتذة الوطن العربي يتناقشوا مع بعض يتقدم فيه أبحاث وباحثين وأصله التعليم أصله اللي عنده علم ينقله اللي بقيت الوطن العربي اللي بقيت الورفقة أنا بشوف أنه اتأسس على حاجة قيمة جدا 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 أنا طول عمري بقول أن التعليم ده أكبر السواب ممكن تخديه في حياتك لأن أنا كمان أدعي أن أنا كنت محسوس جدا أنا وأنا ماشي في الشارع كده كنت بقى بالناس تقولي حاجة لأتعلم منها حاجة فإنك يبقى أصل مهرجانك البحث والأبحاث والبحثين ومؤتمر علمي وتبادل الخبرات وتبادل العلم دي حاجة قيمة جدا وده اللي يفرقوا عن مهرجانات كتير صحيح إنه فيه هنا البحث يعني إحنا كشعب مصري بنغني من زمان آلاتنا موجودة على المعابد أصلا فطبيعي جدا يكون عندنا المحتمل صحيح خلط أنا واثقة من التحدي ده لكن التحدي التاني بتاع المهرجان فيه أكبر تحدي أنت بتقابله السنة دي الدورة دي إن أنا عندي شوية حاجات كده اتأسست السنوات اللي فاتت على مدار عشرين خمسة عشرين سنة نفسي أصحاحة نفسي أقول إن الموسيقى العربية دي كلمة يعني شمولية أكتر بكتير ما إحنا محصرينها في عصر معين أو في نوع مزيكة معين أو في طريق الغنى معينة الموسيقى العربية أشمل بكتير الموسيقى العربية لازم أنا أتناول دلوقتي الأغنية المعصرة والموسيقى المعصرة ونقش إيه حكاية الراب اللي عندها فانز ومعجبين بالألافات إيه حكاية الراك اللي في مصر طيب إنت هتناقش الراب والتراب وكل الحاجات اللي موجودة الجديدة دي في المؤتمر؟ دا هتناقش دا والإي آي والزكاية الاصطناعية هنقش كل المواضيع اللي إحنا بنفكر فيها ومهتمين بيها وخايفين منها طيب أنت كده هتصح حاجات لأن الناس برضو مرتبط عندها الموسيقى العربية يعاني يليل طرم صحيح بس صحيح فإذا إحنا بنقول الموسيقى العربية شاملة لا لا أشمل بكتير كل الأنواع أشمل بكتير كل فيها كل الأنواع يعني لو أنت لو حد معتبر أن مثلا الجاز نحن في حاجة عندنا اسمها Oriental Jazz طبعا جاز ليه علاقة بالموسيقى العربية بقلات الموسيقى العربية أنا عامل السندي يعني دا لحضرتك بس عندي اتجاه السندي أني أنا هعمل من ضمن الحداشر يوم بتوال مهرجان ثلاث أيام مهرجان لل Oriental Jazz للموسيقى العربية للجاز هستهدي دا حلو دا قوي أه يعني قصدي دا تكمل عندنا أغاني كتير فيها الجاز يعني أغاني كتير فيها الجاز عربية يعني فيها نفس الشكل التحدي اللي هيقابلك في التنظيم ولا في الوضع التفاعل مع الجمهور في الأوبرا ولا النجوم التحدي التحدي إن أنا عندي أحلام نفسي أعملها سقف الأحلام فيه لا 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 عايدا جيبني السقف ما فيش سقف خاصة عندي أحلام كتيرة جدا وعندي اتجاهات وأفكار كتيرة جدا هو دا التحدي أنا هقدر أعمل منها أقد إيه وهقدر أقدم إيه مختلف في المهرجون السندي فكرة الحفلات والنجوم السوبر ستورز دي المفروض إن هي على هامش المهرجون على هامش المؤتمر العلمي يعني دي الحاجة الترفيهية بس هي اللي بيستنيها الجمهور صحيح صحيح دي هي موجودة بس قصدي مش دا أصل المهرجون مش دا أصل المهرجون أنا بحاول أرجع على أصل المهرجون أنا بحاول أرجع على أصل المهرجون عندك الحاجة العلمية والموسيقية والبحث والمؤتمر وبعدين هنحتفل بقى ومهرجون بالليل بقى بالليل الله نحتفل